أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات البلاروسية التي يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير بلاروسيا بالقاهرة سيرجي ترينتياف لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين من جانبها أشار سفير بلاروسيا بالقاهرة أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح أفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية خاصة تلك المجالات التي تتعلق بالتحول الرقمي كما أعرب سفير بلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية